حكاية الليلة درس قوي لهادوك اللي تيكلوا الحق الرباني فالأرض للإنسان حكاية الليلة أساسها هو الطمع اللي كيعمل عيني للبشر حتى ما كيبقى كيعرف لأخ من خوه حكاية الليلة مختصرها بلي أنه في حلقانات صحفية من طرف أم صاحبة الحكاية واللي غادي نشارك معكم مقطع في آخر الحلقة بيش تفهموني مزيان أكثر شو تنقول ونقربكم منها حكاية الليلة غادي قلب وحد الوجه أولى بشخصيات اللي هي مكشوفة واسم وأماكن اللي هما مكشوفين نوعا ما للمعنية بالأمر فقط فما تمشوفين وبقوا معايا سلام سلام مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي كانتوا هناك كنتكم بأخر وعلى خير وموركم هانيا أحوالكم طيبة المؤنسة ديالكم كيف العادة عادت إليكم من جديد أينما كنتم ليفشي كوزينو كاتتونس بيا كني أكيدا ما غادش تحسي بالملال إذا كنتك تخيطي ولا كنتك تشربي شي قهيوة ولا كنتي في خدمتك ولا كنتي غادي كتتمشي وكتسمعيني كنبلغليك أحارة تحية ديولي ونقول لك شكرا لأنه أعطتي لهذا المحتوى يوصل عندك في البلاسة اللي انتي فيها خير ما نتعطلش عليكم أكثر ونقول لكم قبل ما تبدو ما تنساش أنكم تغطو لتحت على دكتر الإعجاب إما سيأخذ منكم لا وقت ولا مجهود ولكن تدير معي بزر ديال الأمور ونقول لكم بسم الله يلا لنبدأ أنا فتيحة الإسم ديالي الحقيقي أنا بنت لطيفة اللي هي اللي وقع لها المشكل الأم ديالي كانت تعيشها في الضر ديال وليدها وللها الحمد بخصهم حتى شي خير وباكن خدمة عن صارة هي اتزادت وستلاتان تعدراري وخمسة ديال لبنات الأب ديالها كانت في حالة ميسورة والأم ديالها اللي هي جدة كانت ربة أسرة الأم ديالي دخلوها وليدها الابتدائي ونبعد خرجوها وراكم عارف اللعقية ديال الزمان بغات دخلتها اللي كان في العربية وتزوجت به في واحد السن اللي كان صغير فرشية تزوجت به نقطة منها أخوتها لأنه ما بغاوش لها حيزاش كانت يمشي مع العيالات وعطيها غلق صاير الأخ ديال ماما غدي تزوج حتى هو وولد ولد واحد أخر من بعد ما تفهمش مع مرته وتزوج بواحد أخرى وولد معها واحد أخرى أمي بتدورها هاته هي ولدات البنت والولد أبا بقال على نفس الحال حتى الواحد النهار جباها ولقاها مكرفصة وهزودها معا بالتالي هي أختي الكبيرة أعطوها لشي ناس أخويا بقاكيت كرفس تمام من بعد عام عمتها الله يرحمها رجعتها عند رجلها ولكن ما كان شتفاه بعد ذاك كانت يعرف غير العصة غدي تحمل بي أمي وتزاديت أنا ودرت عان وجد جداتي وعمتي شافوني مازال بقا صغيرهم كرفسة ودوني معاهم باش نتربة الوالدة ديالي قاح خوتهم طيحين منها هي الوحيدة اللي مزوجة فيهم ووالدة بارك الله تلاتق ودائما فيما كان عندها شي ناقاش مع بابا كانت كاتت مشي عند الأب ديالها اللي هو جدي وكيصالحها مع بابا وكيحود يرجعها كيف قلت لكم فاشدرت عان ما كبرتش مع وليديا ولكن مع عائل تدار جداتي ديال ماما لأن أبا ما كانت يصير وكانت يمشي تيسكر وكيبقى كيسلخها صباح وعشية فاشغلي تزادي أختي غدي عطوها واخويا بقا كيتلاوح شافت ممي بللي أنا والمعيشة ديالها ما شيحتة لهيه وحملت للمرة الثالثة وضربها وطحليها في كرشها مات فما قدرت شعليها جات عمتها واباها وقالت إذا أنا بقيت معها غادي نتكرفص فمن الأحسن أنهم يديوني معهم داوني وسماني جدي ومن بعد قد كان كبر معهم تبرت مع أخوالي اللي كانوا مهللين فيها ولكن غير لما كانوا تيهزوا التليفون وكيسمعوا بللي أنا ومي مدبزم عبا كانت يرجع لي أشحة كله أنا هالي كينوض كيدربني هالي كينوض كي يعيرني شكا تصب كيصب بنوه في المنطات وكاتلوحني خالتي في البنيو ديال لما يعني من اللي الأم ديالي فاش كيدرب عبا أنا نتنعيش ديك المأساة اللي هي عاشتها في العربية أنا كنعيشها في المدينة كيمرسوا علي الضرب وشقة وتمارة ونوضي يديري ونوضي يديري بقيت معاو حتى الوحد النهار خرشنون ندراسة في الخامس بطلائي حيث ببساطة ما كانش عندي مع القرايا ودخلت للتكوين وتعرفت على واحد السيد مني جيت عن جدتي وكتل راني بغيت نتزوج به قلت لي لا ما يمكنش نزوجك واخوالتك رابقين ما زال بالزواج قلت لي لا ما نقدرش نقولها جدك قلت لعرفتي شونا جده انتي غدي تبقى يبعيدة وانا غدي نقولها ربا ربا المهم جدا ما خلتنيش وخرجت من الدار وقلت كان نخدم في الديور وكان نمشي عندك السيد مره مره كان نشوفه وكان نمشي عند عائلته وعند خواتاته وكان نرجع لخدمتي غدي نتصل بأخت الواليدة ديالي وغدي تقول لي يا ركد قال عليك أدراني ما مزيناش قلت لها نراني ما مسوقاش مدام ما بغوش هم يزوجوني على سنت الله ورسوله ويفرحوا بي وحتى أنا فرح براسي فأنا صافي خرجت نخدمي أنا ما بقيتش حملت ديك الدار وكان نشوف فيها جميع أنواع العرف وهذا السيد اللي غدي نتلقى بي لقيت فيه بابا وخويا وعائلتي كلها ما بقيتش حملت نجلس في الدار كان خرج كل نهار اللي عنده مثل واحد نهار خرجت من دارنا لمدة خمس سنين وبلاء آثار كانت تكسبة لي زنقة زوينة ولكن فاش خرجت جاتني فعلا صعيبة وخايبة لدرجة أنه العيد الكبير كانت تعيد مع العائلة ديالهم وحبابهم وأنا كنت معيضة في البحر بحليب والبيسكويت لم أكن أريد أن تفكر هذا حيث يجعلني لا أحمل شبابا بدأت أن أخدم وفي الليل كانت بات عند أمت ذك الشاب اللي كانت يبغيني وكانت بغيه وقابل علي فصل دارهم دارنا بدأوا يقلبوا عليها حتى يرقاني ببا وجل عندي تيبكي وغادي يقول لي العار الفاتحة أنا راني تنسمع الهضراء خيبة عليك أنا أنا ذات لم أكن أريد أن تزوج ولكن من أمت ذك الشاب اللي أنا وولدها بغيني وشد فيها فهي اللي داتنا دارت لنا العقد الله يرحمها ويجعلها من أهل الجنة والنعم الإنسانة كانت الأم دياله اللي يرحمها معجده وقفوا معنا بزاف وعيتوا على أبا وكيف أخبرت لكم تكاتبناه ما درنا لا أعرس لحتيش حاجة غير تكاتبنا عادي وحطينا اللي يقسم الله ما بي العائلة بيس عام وشهرين مع رجلي وبدأ حتى هو كيف ينفيه العيب كل شهر كنت يقول لي إذا ما حملت شهر شهر رمع عندي ما ندير بيك بس عدي واحد المشاكيلي كانت خيبة مع أخواته منباه ولكن ما كيلاش نفتح معكم هاد القوس المهم هو أنه غدي تزايد عندي الولد الأول وزيته ومشيت باش أنا ندخل عن طر جدتي وما بغوش ولكنني شفت ولدي طريبية حناته دخلتني وشدت ولدي ما بيني وبغاته وليس كان مشو كانجيل عندهم جدي عنده سكار وطح مرض وبدأت يعاني من رجلي وليس يجي عنده طبيب كيكرت ليه رجلاته مع بزاف دي التفاصيل بخام ودة كبيرة تشهر ربعة في 2016 وغدي توفى من بعد سبع سنين زدت ولد بيبي واحد آخر وبقات علاقتي مع درجلة كان مشو كانجي حيث هما كانوا حداي أقراب كيف كنت لكم حملت بالولد الثاني ووجبت لهذا الدنيا من بعد غنيت دوج خالتي ويقع نقاش مع بنا وما بين رجلها وطحت كانت صدمة عليها قوية وطلع لها التنسيون وشدات الفراش من بعد ستتحجدها وغديت نقش ممي مع ابا الوالد اللي والدني ويجيل اللي عندهم الضار فشجات ما تلوش خوالي بغوير الطعا كيف ممكن كيدير المرحوم اللي يرحمه ليه واباو شو كانوا تقولوا لها تقولوا لها معندك مدربة قتل مدة عامين العام الثالث غديدعيها ابا البيت الزوجية اتمنى مع ابا خالتي وخالي كنت تقولها خالتي تلقي كنت تقولها يا وخا انا سأقوم وفي حالة تتحمل المحكامة كنت تقولهم انا ما بغيتش نتطلق انا بغيت نرجع للرجل المهم بقى هاد النقاش العام الأول العام الثاني العام الثالث الوليد يجمع ليه سرد عشر للمليون والوليد يجيب شير الوليدة ما كينش مع مني دوي ما كينش بباها ولا حتمة حتى يشدت الفراش وبقت اعوام ومس القراسو بلي انه ملقاش مع من يهضر ملقاش مع من يتحاور وليس كون يدخل بيناتهم فيما تيجيباش يرضى كانهم مك يجروا عليه الام دي فاش كتبغي تدرش يحوي يشتافهين خالتي مكاش كتخليها مكنش عندها الحرية في ضربها علما انهم عندهم الاملك ديالهم مبخيرهم كي ياخدوا الورد وكيتصرفوا فيه مع بعضيتهم إلا ما يمتي هذا الورد كانت تصرف فيه خالتي سين وخالتي خاء وكيتصرف فيه خالي ميم اللي كين في السويد وخالتي نون اللي كين في الطاليان وخالتي حاء هذه الخوطة كاملين كانوا واحد شوية وعيين مقارنة تنامع لها بمعنى كانوا قارين ولكن الوليدة ديالي ما كتعرفش تحسب وما كتعرفش تقرأ من اللي غادي تدوع لحقا وتبغيت تلبو باش انا تهزرها حيث ما بقاش عندها فين نضخوها وضربها وخرجها اخوها الاخر اجري عليها من الدار غادي يعيط علي واحد خالي من هادوك اجيه الزمك رجلي قال لي اجيبي امك عندك فاش مشيت باش نجيبها قلت لي خالتي لا ما تديهاش جبتها بزز منها وخرجتها وبقى تكاثبكي وكتقول لي كون بقبة ما كاش غادي ترا فيها بحال هكا تقول لي اجريو عليها الزنقة وضربني اخويا اللي كنت هزيته وكنت كنرالي بيه وما زالت ريبية اديتها السلطة وقالوا لي اجيبي لنا سيرتيفيكا ومشينا السبيطار وقالوا لينا راما كتعطاش اذا ما كانش الدم ومع اخوها انا ذاك نضربها على الراس فما كانش الدم ولكن نضربها بكروشيات على الراس لدرجة انا وخرجت لها الشحمة في يديها ازيت راسي وجيت عند امي وقلت لها ما غادي يقدروا يدروا معنا والو اعيدت الواليد وقلت لها سلفني باش ندير محامي لم يمتي جاء عندي وعطاني خمسينة في ريال وقال لي الواليدة ديالك اضرب لي على الدعوة لابغت هذي الفلوس وانا ما نقدرش نقول لهم امي نوضي ضربة على الدعوة فاش قلت لي ما نقدرش خدا لي المبلغ اللي اعطاني وقال لي هزيمك وديها خرجها على اساس انا كي غدا تدورها واعطيها الدعوة ضرب لي عليها قلت لي لا ابا ما نقدرش نديرها الشراح حرام مع الله ومعها اغضوا اللي بعدو ولادي لحوني حتى انا لقيت مشاكل مع رجلي ورغم ذلك شي تقول غير انا وهي لي كاينين انا والده زوجيال وليدات وتقول اذا هو ما بغاش وضعيتي نخرج نكري وننزم امي المهم فاش السلطة مادات معنا حتى شي حل جينا الضار وبقد كتقول لي امي من اللي انا راني ما بغيت وانه من غير حقيديا الشراح لعطاني ربي من اللي صننا لهم وعيطنا للناس باش اناهم يتدخلوا بدأوا يقولوا لهم راح امامر حقا ما غاد يتاخدوا بهذا اللفظ تقولوا هي غير مستيام مهمتي ما كتعلوش تحسب لانه ومقارياش ومواعياش اذا كدبت عليها كتاق بيك واذا قلت لها هذي بيضا را بيضا واذا قلت لها هذي كحلة را كحلة بلا ما كتشوفها كتاق انا كنت ترجعكم في هذه الحكاية اللي شاكت معكم توريوني شنو تدير انا عودت لكم قصة حيزاش ما عارفاش شنو الخروج ولا شنو غادي نقول امي حاليا قلسة عندي وتنقول لي هاي غادي تدفنيني ايه غادي ندفنك تنخدم في الضيور وعندي زوج ديال الوليدات واحداش لسنة والاخوار ربع سنين بدراني شاقيين اميك تبغي تكا ترتاح ولكن مضطرة انا اتصبر مع عشقة ديالوليداتي انا بغيت اتاخد حقا حيزاش بي غادي تقدر تعيش معززة مكرمة عندهم ضارف المعارف فيها مية وتمية وستين مترو واحد اخرى في العربية وارض فبلصة واحد اخرى عندهم الاملاك ديالهم والخيرات وانا ما بغيت منهم والو انا شخصيا ما بغيت والو وهمتي يقولوا عليها بلي احنا غادي انتبروا منها ما هي اختنا ما احنا اخوتها حيزا لها اختناسيونال وما بغوش يعطونا حتى شي ورقة وحتى شي دليل كان بقى غير طلعوها ابدا تل واحد النهار حسيت بهم بلي انا وفيهم ضغل ووزيت واحد ورقة اللي كانوا داروها فشمات جدي لفيها عدة الموتى والوراة هذه الورقة هي باش مشيت المقاطعة ديال المدينة نضرب الطاليان واخدت لها الوراق ديالها من اللي جيت ندفع قالوا لي خاصتك الورقة ديال الماء وعاوتاني لقيت مشكل باش انا ناخدها بقيت كانت تجارة باش نطلع لعلاكات ناسيونال ديالها حيزاش انا وهي ما بغينا ورونها دنيا غير وراقها وحقها انا هادش كله كندير وغير بغيت نحرر لي حقها باش انا تعيش به حيز عندها رزقة باش تاكل وتشرب به ولكن انا ماشي بامكاني باش انا ندرلها محامي تقاتلت معها وما فتهاش وما غديش نفوتها لاخر رمق فيها ولكن بغيت نحرر ذاك الحق ديالها اللي هم تيقولوا عليه والله لاخداته من شهر حداش وحنا ضيقين داخليان وماديان ولكن في الاخر طلعت لديك لك اخت ناسيونال ديالها وقالوا لها باش نجي ناخدها اغضى نهار الجمعة كاتبت كاتبكي وكاتقول لي يا الى متى غدي بقى مرحب بيا عند نسيبي اللي ما كنش اصلا حتى كنقدر نقلس معها في الطبلة ولا حتى الظروف انا هتقلس معها ديك نهار خارجة انا ويا سوف يتحليها في الزنقة وعيتنا على الاسعاف اللي جا سدتها الميريزكو وطينا عن الطبيب اعطوها التحاليل ولقوا كل شي باللي عندها مزيد من غير واحد سكانير ديال الراس اللي باقي مازال مادرتوش لها حتى بسبب ديك التربة اللي اعطاها اخوها ممكن تكون دارتليها شي حاجة انا كنجري باش نكمل فلوس سكانير باش نعرف شنو عندها بالطبط هلشخصها طبيب اختصاص ديال الراس باش انا وشخص الحالة اللي عندها تخيلوا معايا بعد هذا الشي كامل واحد اخوها وواحد اختها غدي جاء زوراتهم ومشو العمراء وراجيين اليوم منها انا عمرني مشفت شي اشخاص غرقين في الظلم والحقد بحالهم وغديل بيت الله وكلينا رزق الشرع ديال الختهم اللي معروف ان هون ناس قبل ما تيمشيوا كيتسامحوا هي جرى عليها من حق ببها والارث ديال ببها هم كاملهم اللي عندهم حق فيها ومن بعد زوريوسهم ومشو العمراء تخيلوا انا ذا ببغيت غير نقول لكم أنا مزوجة فيكم قروني اختكم ونصحوني ولا اري ولي اي شي باب اللي يندخل منه حتى اشي حاجة وليس خايفة لا سبق شي نار ما يمتي لكن لماذا سنجدها؟ راسي اليوم نضلي فيه ولسيس بحل عدس بسبب قوة التفكير انا بغيت ان اخذ لها حقا ولكن كيفاش ما اعرفتش انا اليوم حطوطة ما بين ابا وما بين امي الضراجة ما بقيتش عارفة ما بين الغلط وما بين الصح امي اللي كانت طيح قصصها سكانير بـ 24 في ريال وبالي تقول يا جيب اميك تضرب لي على الدعوة حيج جمعت عليه عشر المليون ديال السيار تقدروا تقولوا لي يا مال امي ما دفعت الدعوة حجاش حقها هذاك تقدر تتخذه في ساعة ولكن درت بزاف جيل تفاصيل قانونيا وما عندي حتى شي جواب لأسف لفي العام جالي انا واخوالي واخوالتي ديرين ايديهم باش امي عمرها ما تتخذ حقها بمعنى عندهم نفوذ انا ما زل كانت تقاتل واذا هم ما عندهم الفلوس والنفوذ انا عندي مولانة لفوق الجامع عندي ثلاثة اخوة واحد برا ووجوجه اللي امجووج وواحد بقى عزربيار كمانا اللي بقى كمانا هو اللي ضربني لا سعار مني هنا كبير ضربني الراسي ودبا باقي راسي تبا كي ضربني يقول يا بنت كرا برهوشة كتي سكوكت بتقوش يا بنت كرا برهوشة بنتي مشي برهوشة اختي جلت علي واخوية ضربني واخوية الاخر قال يا خرجي من الطاع انا مخاس من مع الراجل ولي نيجا ابغاي اردني ما بغاموش ودبا اي ايا كتشد فلوس كرا قل قلق ما عنديش لوس ويا عنده لفلوس قلق ما عنديش لوس ويا اردني مخيبا انا مخيبا اردني اخوية بقى اردني 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 في عددني هذه هي حكيتي هذه كانت حكاية فتيحة والام ديالا حكاية الليلة عمرني مدوز في هذا الموضوع ولكن فجتني هذه القصة قلت ضروري ندوزها لانه ربما يكونو ناس يستضفوا معها في القناة اذا كانوا ظلمين تقدر تفق فيهم شو الشوية للانسانية أنا بغيت نقول لك الناس اللي كي يظلموا الناس اللي كي ياخدوا حقوق الناس شوفوا حتى شي حد ما تيقدر يخدع مولانا وهذا اللي تديوا الحق ديال مولانا في الأرض وما قابلينش القسمة دياله فراه ربي مغيب عليهم أنهم يشوفوا الأخيرة ويا لهم بتلاء خاطير أنا تنقول هاد الناس محبة مني لهم لا ربما أنهم يتصدفوا مع الحكاية ديال هاد السيدة اللي عندهم معها مشكل ونجاب الله شافوا هاد القصة أنا بغيت نقول لكم توبوا المولانا على هاد العملية اللي يدرتو أنكم تاكلوا حق ديالختكم هانتو ما كليتو حقا وغضمتو وردتو هاولادكم ما تخافوش عليهم من نبختكم في الدنيا شنو تقدر تدير لهم الحياة وانتو ما أصلا إذا وفاتكم المنية غضا ولا بعدو وقابلتم ولكم غي سولكم على الأمانة دياله في الأرض واش اديتوها ولا سرقتوها رخصنا نوهاو لأنه كل شي زائل ورا هاد الشي سبابه غير طمع والجشع وحب الدنيا واحتش حد ما دي معاه شي إرث ولا ملك ولا مال ولا حتى الجاه فوصل القبر دياله وانت يا فاتحة بغيت نقول لك ما تعمر يا رسك لا بنفود ولا بمال ولا بحتش حاجة لأنه عاقبة طمع والصراق ديال حق ربي رمك تخرش لي على خير وربي غد يخرج فيه آية عاجلة لأنه دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب فلله جنود السماوات والأرض وما عرفتيش أش من جند يقدر مولانا يصفته لهذا الناس لكن الله تعالى إذا شفوا هاد القصة أن الله يديهم قبل ما يفوت الفوت ويدركوا الخطورة ديال هاد الخطأ اللي هم مرتكبوه فحق الحق ديال مولانا هذا شي اللي غدنا قدر نقول وهذا شي اللي بجهدي إذا كان عندنا إذا شي محامي أو لا شي حد من الأسرة نتع شي محامي أو لا شي حد رأي بالقانون ولا عنده شي فكرة ولا عنده شي رأي ما يبخلش علينا التحت دومتم في رعاية الله واحد ضيط لخوا بعض غضاء إن شاء الله سلام سلام